تحت شعار توت الأرض دعامة أساسية للتنمية الفلاحية انطلقت اليوم الأربعاء بمنتج عيم ليبوس الهام بإقليم القنيطرة فعالية الدورة الثامنة لمهرجان توت الأرض من تنظيم مؤسسة نالسيا للتنمية والبيئة وذكر بلاغ للجمعية أن برنامج هذه الدورة يتضمن ندوات حول مواضيع تثمين فاكهة توت الأرض تصورات وآراء ومقترحات وسلام الصحية للزراعة والمحافظة على البيئة والتأمين الزراعي وجودة البلاستيك في خدمة تنمية الفلاحية إلى جانب زيارة ميدانية لضيعة إنتاج الفلاولة وحملة تحسيسية حول أدراري وخطورة الأكياس والنفاية البلاستيكية نحن هذا العام وصلنا النسخة التامنة من تنظيم مهرجان توت الأرض تحت شعار تتمين توت الأرض دعامة أساسية لخدمة التنمية المحلية بغينا نخرج من الموقع للتصدير إلى الخارج حينما نصدر توت الأرض نصدر الماء نفس تقريباً الكونتيتي ديال الماء فالذي فكرنا في تتمين هذا المنتوج لخدمة التنمية المحلية وكذلك لتأثير وتكوين المرأة القروية عبر تعاونية وجبعيات لإنشاء مقاولات لتصنيع هذه الفاكهة سواء في الصناعة الغذائية وكذلك حتى الصناعة الزينية بلاء إلى مسائل أخرى وحسب الجهات المنظمة للمهرجان فإن برنامج هذه الدورة يتضمن كذلك عروضاً فنية وتقديم ملكة جمال توت الأرض وكذا ورشة الميدانية حول سبل تثمين فاكهة توت الأرض من خلال منتجات صناعية غرائية وتجميلية ترجمة نانسي قنقر